رحلتان غادرت يوم أمس إلى كل من الرياض ومن جدة وكذلك استقبلت كذلك المنطقة الشرقية في الدمام تحديدا رحلتان عفوا كانت قادمتان كذلك من الرياض ومن جدة لعدد من الأشخاص المشتبه إصابتهم بفيروس كورونا والذين قضوا فترة حجر صحي سواء كانوا في المنطقة الشرقية أو حتى في بقية المناطق في الرياض وكذلك في المنطقة الغربية بعد التأكد من سلامتهم تم طبعا السماح لهم والانتقال إلى سواء إلى الرياض أو الجدة أو إلى الدمام بحسب مقر إقامة هؤلاء الأشخاص بما أن طبعا الحديث ميسون عن الأرقام وعن المحاجر الصحية اسمحي لي وكذلك سادة المشاهدين أن يكون معنا مدير عام صحة الشرقية رئيس مركز القيادة والتحكم الدكتور إبراهيم العريفي أهلا ومرحبا بكم دكتور إبراهيم عدد الحالات التي غادرت المحاجر الصحية في المنطقة الشرقية وعدد الحالات المتبقية بودنا كذلك نتطمن على وضع المصابين المتواجدين في المنطقة الشرقية أهلا وسهلا حياكم الله عدد الحالات التي خرجت المحاجر الصحية 815 ضيف أو نزيل والحمد لله كلهم حالتهم صحية مطمئنة وفحوصهم سلبية الباق المتبقي في المحاجر الصحية يفوق 600 نزيل الحالة الصحية للحالات طبعا عندنا تقريبا الحالات النشطة 264 حالة في المنطقة الشرقية تركميا 287 حالة فقط ثلاث حالات في حالة حرجة في العناء المركزة لم يحصل وفيات ولاها الحمد ونسأل الله الشفاء للجميع جميل جدا الوضع العام الصحي عالميا يعني وضع كورونا هو المسيطر على القطاع الصحي ولكن في الجانب الآخر هناك طبعا مراجعين سواء للمستشفيات أو المراكز الصحية كيف يتم التعامل معهم خلال هذه الفترة أم أنه يتم الغاء موعيدهم أو منع استقبالهم كيف يتم التعامل معهم من جانبكم طبعا في المناطق المستشفيات الرئيسية الكبرى للصحة في المنطقة الشرقية اللي هي الدمام والقطيف ومستشفيات الأطفال ووقفت الحالات الباردة وموعيد العيادات ما عدا مستشفيات الأطفال الولادات أو الحالات الطارئة الحالات الطارئة التي تخص كورونا تستقبل في مستشفى القطيف أو مجمع الدمام الطبي الحالات الأخرى التي تحتاج وليست كورونا تحتاج تدخل جراحي أو حالات تحتاج تنويم تحول إلى المستشفى الخاصة على حساب الدولة وتقريبا حولنا حوالي 126 حالة أيضا هناك تعاون مع المستشفيات الحكومية في المنطقة غير الصحة وما قصروا يعني يستقبلون كثير من الحالات كالحوادث وغيرها جب يجد عدد المستشفيات في المنطقة الشرقية وكذلك عدد المستشفيات التي تم تخصيصها لاستقبال حالات كورونا بس أود أن أضيف في المراكز الصحية منذ بداية الحدث هذا راجعوا 50 إلى 60 ألف في مراكز الصحية في الدمام و30 إلى 40 ألف مراجع في الخبر والظهران عدد المستشفيات 22 مستشفى وعدد المراكز الصحية 140 مراكز صحي الخاصة بكورونا هي أربع مراكز صحية وقد تزود إن دعات الحاجة كل التوفيق نتمنى لكم يا دكتور إبراهيم العرايفي شكرا جزيلا لك